بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إزايقوا عملين إيه رب تكونوا بخير إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض ملمع أو مرتب الشفايف في البيت بمكونات سهلة وبسيطة طبعا إنت لو عندك روج طبعا بدل ما ترميه طبعا الروج ده خلصان زي ما احنا شايفين كده فبدل مرميه هستغله وأعمل به ملمع للشفايف زي ما احنا شايفين كده كان عندي مجموعة خلصانة فعملت منها ده اللون ده حلوة قوي كنت بحبه جدا وكمان عملت منه اللون ده وإن شاء الله هعمل كمان اللون الموفو ده اللون المفضل بالنسبة ليا بنات فإن شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة وصفة الملمع أو مرتب الشفايف في البيت وبسيطة مكوناته سهلة جدا عبارة عن فازلين وقلم روج قديم عندك هنبدأ نعمل فيه نعمل بي الوصفة يلا نبدأ نجهز للوصفة معايا كده يا بنات طبق ستيل وحط فيه بولة صغيرة حط فيها معلقة من الفازلين زي ما احنا شايفين كده أخذ منه معلقة معلقة كده من الفازلين هبدأ نزلها في البولة سيكون عندي مية مغلية كده هحطها طبق عشان تسيحلي الفازلين عايزها يبقى سايل او ممكن تاخد البولة دي وترفعها على النار هي طبعا عندي حراري فعادي ممكن تستغلها وارفعها على النار عشان يسيح بسرعة ولو انت عندك ميكرويف ممكن تحطيها في الميكرويف بتاعك مش هيكمل سوين ان شاء الله وهيكون دي ساحة معاكي طبعا انا هسيبها كده لحده بمسيحلي واحدها ولو عزاجت معايا ممكن احطها على النار طيب تاني حاجة بقى معايا ايه بنات طبعا الروج ده ده ما احنا شايفين كده هبدأ بسكينة كده وهطلع الحتة دي كده طبعا انا مش محتاجها في حاجة مش هستخدمها لما احنا شايفين كده يا بنات وعندي معلقة هقوم حطها كده وطبعا هاخدها ارفعها على النار عبال لما الفازلين يسيح معايا اول ما تحطيها على النار مش هتكمل معاك دقيقة يعني في سواني هتكون ساحة زي ما هوريلكو شكلها دلوقتي خلاص يا بنات ده الفازلين بداية خلاص صح زي ما احنا شايفين كده وده طبعا الروج شوفو بقى سايل ازاي اول ما رفعته على النار مش هيكمل معاك دقيقة وان شاء الله وهتلاقيه صح بالشكل ده طبعا هديفه بقى على الفازلين وهبدأ يقلب كده لحد ده ما يندمج طبعا يعني بصوا بسرعة وحاجة سهلة وبسيطة وكمان انت عاملها في البيت بجد يا بنات الموضوع مش مكلف خالص روج قديم عندك ومعلاقة فازلين وعملي احلى مرطب لشفيفك وانت قاعدة في البيت بدل ما ترميه ليه محنا ممكن نستغله هسيبه يهدى شوية وبعد كده ها اعبي انا عندي العلبة دي ده ما احنا شايفين كده يا بنات ممكن تشتريها دي طبعا ولدي كانوا جايبين فيها شوكولاتة فانا ايه هستغلها في الموضوع ده لو انت عندك بقى علبة فازلين زي دي صغيرة مثلا ممكن تستغليها او عندك اي علبة ممكن تستخدميها فانا انت تحط فيها الروج ده او المرطب ده بجد اللون ده حلو ايه يا بنات هستنى عليه شوية وهو كمان هفرغه هنا هفضي في العلبة ووريكوا شكله ببقى عامل ازاي خلاص يا بنات هوهدى معايا طبعا عشان العلبة بلاستيك فاستنيت شوية بس لما يهدى علشان العلبة مسحش معايا هابدأ بقى فضي ازا ما احنا شايفين كده مش هياخد معاك يا بنات ان شاء الله هتلاقي خلاص نشيف معاك هتلاقي جيمة زايداتها بالضبط هيبقى عمارة عندها زا ما احنا شايفين كده شوفوا عملت تلات الوان بجد طحفة وان شاء الله هعمل غيرهم كل ما في روج عندي يخلص ان شاء الله هعمل زا ما انا بعمل كده انا باستخدمهم بجد طحفة طحفة رشافافي نعمة جدا جدا يا بنات من يوم ما استخدمتها وممكن على فكرة لها لخدودك حلو قوي يا بنات وممكن تستخدميه للكعوب حلو برضو بدي لون حلو اتمنى طبعا ان انتو تستفيدوا من الفيديو ده او من التجربة بتاعتي وتعملوه وتجربوه ان شاء الله شوفكو على خير في وصفة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة